اجتماع الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني مع الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني في مدينة كاراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ورحب قائد الجيش الباكستاني بسموه شكرا إياه على تلبية دعوته لحضور معرض ومنتدى باكستان الدولي للدفاع من جانبه ياشد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت إليه آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون والتنسيق العسكري بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر